السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بك معي في فيديو جديد من فيديو التالعب التي نقدمه مرحبا بكل محبي وعشيق لعبة تنانين أسطورية في الفيديو الذي كنت طرحته حول لناقل التنانين وأجمل التصاميم الخاصة بها في لعبة تنانين أسطورية طرحته من يومين قال لأحد الأصدقاء في التعليقات أنه يحب لوكي ويجد أن لوكي هو أفضل التنانين المتواجدة في اللعبة من حيث الشكل من هنا أتتني فكرة للقيام بإنجاز هذه الحلقة والحلقة سوف نتحدث فيها عن شخصية لوكي وفيها معلومات قد لا تعرفها صديقي لوكي من الشخصية الشهيرة جدا ليس في لعبة تنانين أسطورية وإنما في الحضارات القديمة أو الخرافات القديمة ملاحظة قبل لنقل الاسترسال في هذه الحلقة وطرح بقية المعلومات كل ما سوف نقوله في هذه الحلقة هي عبارة عن خزع بالات عن خرافات قديمة لا أساس لها من الصحة خرافات تروعا لنقل أشياء قديمة كما قلت لا أساس لها من الصحة وهي للتسلية وطرفه فقط لوكي صديقي لوكي شخصية معقدة وغنية لها تاريخ طويل في كل من الأساطير الإسكندنافية والعديد من وسائل الإعلام الحديثة أي أن لوكي أصله من الأساطير الإسكندنافية القديمة وكذلك له تواجد في مجموعة من الأعمال الحالية سواء في الأفلام سواء في المسلسلات وكذلك في الألعاب نعم لوكي يظهر في كل هذه الأشياء في الأساطير الإسكندنافية يعتبر لوكي هو سيد الشغب والخداع يعني أن لوكي عندما قلنا عليه لوكي المخادع هو بفعل مخادع لأنه يعتبر في الأساطير الإسكندنافية أكثر شخصية مخادعة مشاغبة تستعمل الذكاء والحيل من أجل التغلب على لنقل أعدائها لوكي يعتبر ابن العملاقين فاربوتي ولوفي إذن هو ابن العمليقة وفيما بعد قام أودين بتبنيه وترميته وضمه إلى ولنقل أولاده بلدار وغيرهم يعرف لوكي بأنه مبتكر كل أنواع الاحتيال يعني كل أنواع الاحتيال التي قد تخطر في بالك فإن لوكي يعتبر مبتكرا لها ومطورها وكل شيء تتخيله كذلك لوكي خالط أسياد البحر حتى أنه أصبح أخا لثور بالذم طبعا ثور أيضا من الأساطير القديمة يعتبر لوكي أخوه بالذم لأنه خاد معه ودمنه معارك وغيرهم من هذه الأمور كذلك لوكي يعتبر شخصية غامضة حيث لا يوجد ما يدل على لنقل ما يتابعه لوكي من شدة غموض لوكي أنه لا يوجد شيء لنقل يتبعه أو شيء لنقل يؤمن به أو شيء لنقل يخلص له لوكي لا يخلص لأي شيء بعض المصادر تصنفه ضمن لنقل معسكرات متعددة أو لنقل تابعا لأودين لأنه لنقل تبنىه في مرحلة من المراحل وكذلك لنقل تابعا لأعداء أودين فلهذا لا تستطيع لنقل الرجوع بأصل أودين كذلك لوكي يعتبر مسؤولا عن العديد من الأحداث الرئيسية في الميثالوجية الإسكندنافية بما في ذلك بلدار وبالدار بالمناسبة أصدقائي يكون ابن أودين من زوجته فريا أو فريجا هذه كلها تنانين أو شخصية موجودة لنقل في لعبة تنانين أسطوري أيضا في الخلاصة ولنقل في المحسنة فإن لوكي يعتبر شخصية معقدة ومهثر الاهتمام غالبا ينظر إليها على أنها رمز للخداع والفوضى ولكن أيضا رمزا للإبداع والتغيير في العالم الذي عاشته في وسائل الإعلام الحديثة ظهر لوكي في العديد من القصص المصورة أثلام الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو غالبا ما يتم تصوير لوكي كخصم لثور لكنه ظهر أيضا كبطل في بعض الأحيان أشهر تصوير لوكي هو في كون مارفل السينمائي حيث يلعبه الممثل توم هيدلسون في هذا الإصدار لوكي هو شخصية أكثر تعقيدا من نظيره الأسطوري يصور لوكي على أنه معذب بسبب شعوره بالدنيا وعدم قابوله ويسعى باستمرار لإثبات نفسه مع ذلك فهو أيضا قادر على الحب والرحمة وفي النهاية يفدي نفسه بمساعدة المنتقمين بالشكل عام لوكي شخصية رائعة ومثل الاهتمام ظلت مصدر إلهام للناس لقرون أو لمن يؤمن لنقول بهذه الخزعبلات بالنسبة للأفلام التي ظهر فيها لوكي ظهر لوكي في فيلم ثور الذي انتج في 2011 في هذا الفيلم يقدم لوكي كأخ ثور بالتبني وحاكم أسكارد في غياب أودين ومع ذلك فقد تم التلعب به من قبل ثانوس سيد الظلام لمهاجمة الأرض كذلك ظهر لوكي في فيلم المنتقمون في سنة 2012 في هذا الفيلم يتعاون لوكي مع ثانوس في محاولة لغزو الأرض ومع ذلك في النهاية ينضم إلى المنتقمين لمحاربة عدوهم المشترك في 2013 ظهر أيضا لوكي في فيلم ثور العالم المظلم في هذا الفيلم يعود لوكي إلى أسكارد بعد هزيمته في المنتقمون يسعى للانتقام من ثور وقتل أودين كذلك ظهر في ثور راجناروك في 2017 في هذا الفيلم يهرب لوكي من سجنه ويسافر إلى كوكب ساكار يتعاون مع جلاديس لتنظيم مسابقة ملاكمة حيث يجبر ثور على القتال من أجل حياته كذلك ظهر لوكي في 2018 في فيلم المنتقمون في هذا الفيلم يتعاون لوكي مع ثانوس مرة أخرى في محاولة لجمع أحجر اللانهائية يساعد ثانوس في الحصول على حجر الفضاء بما يؤدي إلى وفاة جامورا كذلك ظهر في الفيلم الذي انتج في 2003-2019 المنتقمون نهاية اللعبة في هذا الفيلم يسافر المنتقمون عبر الزمن لمحاولة استرداد الأحجر اللانهائية وإلغاء هزيمة ثانوس يواجه نسخة بديلة من لوكي من الماضي والذي هرب من المنتقمون بعد معركة نيويورك في النهاية يساعد لوكي المنتقمون على هزيمة ثانوس لكنه يقتل على يد ثانوس من الماضي أما في المسلسلات التلفزيونية التي ظهرت فيها شخصية لوكي فقد ظهر لوكي في 2021 أو مسلسل اسمه لوكي في 2021 مسلسل تلفزيوني من مارفا ليعرض على ديزلي تدور أحداث المسلسل بعد أحداث المنتقمون نهاية اللعبة ويتبع لوكي وهو يسافر عبر الزمن ويتسبب في الفوضى في الخط الزمني كذلك لوكي ظهر في مجموعة من الألعاب التي ظهرت على سبيل المثال ظهر لوكي في خمسة من نسخ ألعاب مارفال في النسخة الأولى ظهر فيها لوكي في شخصية قابلة للعب في النسخة الثانية ظهر لوكي وهي لعبة أكشن مغامرة هي ظهر فيها لوكي كرئيس نهائي للعبة ونسخة أخرى لنقل خاصة بالألعاب المحمولة يمكن للوكي شخصية أيضا للعب ومجموعة الألعاب الأخرى بالإضافة إلى لعبة تنانين أسطورية كل هذه الشخصيات ولنقل كل هذه الأماكن ظهر فيها لوكي إذن خلصة الموضوع صديقي أنه معظم التنانين التي تشاهدها الآن في لعبة تنانين أسطورية هي تنانين بالفعل لديها قصة وتم استخدامها في مجموعة من الألعاب الأخرى ليس هذا وحسب صديقي بل مجموعة من التنانين الموجودة في لعبة تنانين أسطورية يموت رابطة ببعضها البعض على سبيل المثال يوجد فريجا ويوجد أودين في القصة تقول أن أودين هو الزوج لفريجا الموجودة في اللعبة وهذا الزواج زواج فريجا وفريا من أودين أنتج لنا بالدار للأسف بالدار غير موجود في لعبة تنانين أسطورية كذلك يوجد شخصيات أخرى قلتها في أكثر من فيديو على سبيل المثال لدينا أورانوس ولده يعتبر زيوس وكذلك بوسايدن وهيفيستوس وهديس هؤلاء أولاد كرونوس تنين الواقص المتواجد في اللعبة هؤلاء أولاده زيوس لديه أولاد آخرين أيضا لديه هيرميز لديه أفروديتس أرتيميس كذلك أبولو ومجموعة من الأولاد الآخرين كذلك من الحضر المثري القديمة على سبيل المثال لدينا أوزيريس وشقيقه السيث والذي قداه ابنهم الذي قدا عليه مجموعة من اللي نقول العائلات المتواجدة لدينا في لعبتين أسطورية وموجودة في ألعاب أخرى وأفلام ومسلسلات وغيرها هنا في هذه الحلقة كان لدينا لوكي كمثال أردتم المزيد من مثل هذه الحلقة نتناول فيها شخصية أخرى من الألعاب لعبة التنين الأسطورية ونذكر لكم الألعاب التي ظهرت فيها وكذلك المسلسلات والأفلام التي ظهرت فيها وقصة هذه الشخصية فقط أخبرني ذلك بذلك في التعليق التهديقي وسوف أحاول مع العلم أنه فقط التنين بين قوسين السماوية هي التي لديها قصص لدينا التنين الأسطورية ليست لديها قصص وتفاصيل لديها أشياء بعينة سبق وذكرناها ولدينا التنين القادمة والتي تعاد لنقوم من الحضارات القادمة الغابرة في عبقة تاريخ سوف نتحدث عنها فيما بعد صديقي أتمنى أنك استمتعت بهذا الفيديو شخصيتنا كانت لوكي ولنقوم نلتقي في شخصية أخرى وحلقة أخرى بإذن الله شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو